اكدت سعادة السيدة امنة بنت احمد الرميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني على همية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع لاسيما في مجال التخطيط العمراني وتطوير مخرجاته بما يحقق رؤى وتطلعات جلالة ملك البلاد المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سموي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها مع سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير رئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة وذلك الاستعراض مستجدات تنفيذ مشاريع هيئة التخطيط والتطوير العمراني وخلال اللقاء اشارت الرميحي الى جهود اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء والتي تسهم في تطوير مستوى التخطيط العمراني في مملكة البحرين وضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية وأوضح الترميحي بأن مملكة البحرين حددت هدف تطوير مستويات التخطيط العمراني تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 حيث تعتبر التنمية العمرانية والحضرية من أبرز ملامح البرامج الوطنية للتطوير والنماء وشهد الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة بالمملكة والأولويات المتعلقة بالمخطط الهيكلية للستراتيجي الوطني لمملكة البحرين كما تم خلال الاجتماع التطرق كذلك الى خطة التحول الالكتروني بالهيئة والتي كان من أبرز ثمارها تتشين المنصة الالكترونية لخدمة التخطيط العمراني تخطيط والتي توفر ست خدمات الالكترونية وذلك تسهيلا للإجراءات التجارية وزيادة فعليتها